موسيقى الوحدة الثالثة الحكاية الأولى فطور الصباح جلس سميح في صباح أحد الأيام مع والديه على مائدة الطعام وكعادته نظر إلى الطعام وقال لهما لا رغبة لي في الطعام وفجأة وقفت قطعة الخبز وسط المائدة وقالت أنا الغذاء الأساس أنا طعام كل الناس يأكلني الصغير والكبير ويحبني الغني والفقير أطل الحليب من الإبريق وقال أنا الطعام المفيد ينم العدم مني ويزيد اشربوني يا أصدقاء تكبروا وتصبحوا أقوياء مدت قطعة الجبن رأسها وقالت إن أردتم صحة الأبدان عليكم بمشتقات الألبان قفزت البيضة وقالت أنا جميلة المائدة أنا الصحة والفائدة هذا يأكلني مسلوقة وليلا تفضلني مقلية مخفوقة ضحك العسل وزيت الزيتون وقال نحن الغداء الكافي نحن الدواء الشافي نحن اللذان تحلو بنا الخدود وتصير جميلة كالورود ابتسمت الخضار في السلة وقالت أيتها الطفلات الصغيرات أيها الأطفال الصغار كل الطماطم والخيار وكل أنواع الخضار تنشط طول النهار وقالت الفواكه أنا طرية بالفوائد غنية أمنع الأمراض أعجب البنات والأولاد نظر سميح إلى المائدة بشهية مفتوحة وقال ما أنفع الطعام ينمي الأجسام ويقوّي العظام